اشتركوا في القناة المباركة بباب جديد من أبواب العشماوية للعلامة العشماوي رحمه الله تعالى يقول عبد الباري العشماوي باب صلاة الجمعة خص صلاة الجمعة بباب مستقل لأن هذه الصلاة العظيمة تختص بأحكام خاصة وبشروط خاصة ولذلك خصها العلماء بباب منفرد يقول العشماوي وصلاة الجمعة فرض على الأعيان بدأ في بيان حكم صلاة الجمعة فصلاة الجمعة فرض على الأعيان يعني أن الله عز وجل خاطب كل شخص بعينه والفرائد قسمان فرائد عينية وفرائد كفائية والفرائد العينية مصلحتها شخصية خاصة والفرائد الكفائية مصلحتها عامة هذا هو الفرق بين الفرائد العينية والفرائد الكفائية الصلاة فريضة عينية الزكاة فريضة عينية الحج فريضة عينية فرائد الكفايات كل علم كل مهمة مهما تجددت ومهما تنوعت فأي فرض كفاية يجب على الأمة كلها أن تحقق الكفاية فيها إقامة الصيدليات في الأمة فرض كفاية لو احتاجت الأمة إلى ألف صيدلية فأنشأت خمسمائة صيدلية كانت الأمة كلها آثمة حتى تحقق هذا العدد الذي يحقق كفاية الأمة وتقسيم الفروض إلى قسمين إلى فروض عينية وإلى فروض كفائية خطة تشريعية من أجل إقامة مصالح الأمة كلها فتكتفي ذاتيا ولا تحتاج إلى غيرها صلاة الجماعة فرض على الأعيان يخاطب بها كل شخص ولها شريط ولها شريط شريط وجوب وأركان ولها شريط وجوب وأركان وأداب وأعذار تبيح التخلف عنها فهذه أربعة مباحث سيتناولها العدامة العشماوي في هذا الباب شريط وجوب سلاة الجمعة أركان الجمعة أداب الجمعة الأعذار التي تبيح التخلف عن الجمعة فأما شريط وجوبها فسبعة الشرط ما يلزم من عدمه العدم كما رأينا من قبل والشريط ثلاثة أقصى شرط وجوب وشرط صحة وشرط وجوب وصحة نعم كما رأينا من قبل أما شرط الوجوب أيها الإخوة الكرام فهو ما يكلف به المكلف ولكن لا يطالب بالإتيان به أما شروط الصحة فيطالب بالإتيان بها فأما شروط وجوبها حتى تجد سبعة أولا الإسلام واختلف العلماء عن الإسلام شرط وجوب أو شرط صحة والصحيح أنه شرط صحة لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة الإسلامية ومطالبون بالفروع لا سدد لكم في سطر قالوا لن نكون المسلين ولم نكون نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فحسبهم الله عز وجل على على الأصول وعلى الفروع فالكفار مخاطبون بصلاة الجمعة ولكن لهم لو أدوا صلاة الجمعة لا تصحرهم إلا بالإسلام الإسلام والبلوغ البلوغ شرط وجوب ويخرج الصبي والصبي لا تجد عليه صلاة الجمعة ولو أداها صحة منه والعقل يخرج المجنون والمجنون من رحمة الله تبارك وتعالى به أنه غير مكدف رفع القدم عن ثلاث ومنها عن الصبي حتى يحتله وعن المجنون حتى يعقل وهذه رحمة عظيمة من الله عز وجل فالصليان غير مخاطبين والمجانين غير مخاطبين بالأحكام الشرعية والذكرية لا تجد صلاة الجمعة على الأنثى وإنما تجد على الذكر البالل العاقل المسلم والحرية لا تجد صلاة الجمعة على العبد لأن العبد مشغول بحق سيده والإقامة فلا تجد الجمعة على المسافر وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى بالمسافرين أن خفف الله عز وجل عليه والمسافر يقصر الفريدة إلى ركعتين ولذلك أيها الإخوة رفع الله عز وجل عنه وجوب صلاة الجمعة والصحة وهذا شرط أخير ذكره العلامة العشماوي فلا تجد صلاة الجمعة على المراض الذي يرنعه من أداء صلاة الجمعة ليس كل مرض الآن قال الله تعالى في الصيام فمن كان منكم مريضا لو مريض الإنسان من غرسه لا يجز له أن يفقر لأن هذا لا يؤثر في الصيام ولكن المرض الذي يجيز الفطر هو الذي ينعه عن أداء الصيام وكذلك المرض الذي يجيز التخلف عن صلاة الجمعة هو الذي ينعه من المشي إلى صلاة الجمعة فلا تجد على المريض ولا تجد على الآمن الذي لا يجد قائدا يأخذه إلى المسجد وأما أركانها أركان الجمعة قال فخمسة الركن هو الواجب وهو الفرد وهو الذي لا بد منه خمسة الأول المسجد الذي يكون جامعا فلا يجوث أن تصلى صلاة الجمعة في البيوت ولا في الصحراء ولا في الخلاء ولا في دنيا للناس وإنما يُشترق ركم من أركان إقامة الجمعة المسجد الذي يكون جامعا وهذا هو الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يفعله كان يصلي في المسجد والرسول لم يثبت عنه قط أنه صلى صلاة الجمعة في غير المسجد وكان يسافر شهرا وشهرين وعشرين يوما في الخلاء ولم يثبت قط أنه صلى في الخلاء ولو كانت صلاة الجمعة جائزة في غير المسجد لصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نقل ولو صلى لا نقل ولكن من يصلي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة إلا في المسجد الثاني الركن الثاني الجماعة هذا الركن فلا يجوز أن يصلي صلاة الجمعة الأفراد الفرد وحده لا يجوز أن يصلي وحده وإلا من الجماعة ولو ما هي الجماعة التي تجد في صلاة الجمعة اختلف الفقهاء اختلاف كثير منهم من قال اثنة عشر شخصا ومنهم قال ثلاثون ومنهم من قال أربعون لكن الإمام مالك قال وليس لهم حد عند مالك بل لا بد أن تكون جماعة تتقرى به القرية هذا هو مذهب مالك وهو فيما أرى أنه هو الراجح مذهب مالك الجمعة لا تكون إلا في القرية تتقرى يتقرى فيها الناس لا بد من وجود القرية ما معنى يتقرى فيها الناس يعيش فيها الناس ويستطيع أن يعيش فيها الناس وفيها ضرورات وحاجاتهم كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في الندينة مدينة أو قرية يتقرى فيها الناس يعيش فيها الناس والدليل على ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نرود للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع فقال العلماء فهذه الآية دلت على أن صلاة الجمعة فيها مسجد فيه نداء وفيها نداء وفيه سوق والقرية والمدينة ونار البيع هي التي يكون فيها السوق ويكون فيها الناس ويتقرى فيها الناس وإذلك قال مالك ليس لهم حد المهم أن تودد قرية أن تودد مدينة فيها سوق فيها مسجد يعيش فيها الناس في تلك القرية فتلك القرية هي التي تجب فيها صلاة الجمعة ورجح بعض أئمتنا أنها تجوز بثميع عشر رجلا باقي لسلامها بعض العلماء قالوا يشترك هذا العدل اثنتا عشر واستذلوا بقول الله تعالى وإذا رأوا تجارة أو لهوة انفضوا إليها وتركوك قائمة انفضوا الناس عندما كان يخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما جاءت القافلة وبقي في المسجد اثنى عشر رجلا فأكمل الناس صلى الله عليه وسلم به الخطبة اثنتا عشرة رجلا غير الإمام يبقون في المسجد إلى نهاية الخطبة دون أن يحدث أحدهم حدثا فينتقذ ودوده هكذا قال بعض العلماء لكن قوم أفضل الله تعالى أعلى وأعلم ليس لها حد وبعض العلماء قال صلاة الجمعة جماعة وأقل الجماعة في الشريعة ثلاثة والثلاثة جماعة فقالوا يسترق أن يكون عدد الذين يصرون الجمعة ثلاثة وبعضهم قالوا اثنان جماعة لكن الصحيح قول مالك ليس لهم حد المهم أن توجد قرية أو توجد مدينة الثالث الركم الثالث من الخطبة الخطبة الأولى أن تكون هناك خطبة وهي ركم على الصحيح وكذلك الخطبة الثانية أيضا ركم على المشور في المذهبين والدليل على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وصلى لم يثبت قط أنه صلى صلاة الجمعة دون خطبتين ولا بد أن تكون بعد الزوال وقت صلاة الجمعة بعد الزوال وقت صلاة الظهر وليس في الخطبة حد عند مالك أيضا والخطبة وقت الخطبة ليس لها حد عند الإمام مالك بل ذلك على حسب الحاجة وعلى حسب الظرف وهذا هو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يخطب على حسب الحاجة وعلى حسب الظرف في الحج أيها الإخوة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تبت في الحديث الصحيح فخطب خطبة طويلة من الصبح إلى الظهر ثم صلى الظهر ثم قام فخطب إلى العصر ثم صلى العصر ثم خطب إلى صلاة المغرب ما من شيء إلا وذكره رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم وقت من الظرف لأنها خطبة والدعم صلى الله عليه وآله وسلم وأقل الخطب أيها الإخوة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة قاف على المنبر وقاف إذا قرأها الإنسان فحوالي عشرين دقيقة ولذلك استحب كثير من العلماء أن تكون مقدار الخطبة مقدار ما يقرأ فيه المرء صورة قاف ولا بد أن تكون مما يسميه العرب خطبة والعرب لا يسمون الخطبة خطبة إذ لا إذا كان فيها كلام كلام مسجع وفيها آية وفيها حديث وفيها موعدة وفيها تربيه وتستحب الطهارة فيهما الطهارة في الخطبة ليست ركما واجبا مستحبة والأذان لا تجب فيه الخطبة حقا المزيد لا تجب فيه الطهارة لو أذن الإنسان بدون الطهارة فأذانه صحيح لكن تستحب الطهارة لأن الأذان ذكر ولا يُشترط في الذكر الطهارة والخطبة ذكر ولا تُشترط فيها مهارة لكن تستحب وفي وجوب القيام لهما تردد هل يجب على الإمام أن يقف قائما في الخطبة؟ تردد المالكية وتردد مستلح مالكي قيل معناه أن العلماء القدامة اختلفوا فترددوا هم هو واجب أو ليس واجبا وقيل لم يُنقل عن العلماء القدامة قولا فتردد المتأخرون في ذلك والصحيح أن القيام للخطبة واجب لقول الله عز وجل تركوك قائما الركم الوابع من أركان الجمعة الإمام هذا الركم لا بد أن يكون هناك إمام دون المأمومين وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إماما ومن صفته أن يكون ممن تجب عليه الجمعة وذكرنا شروط صلاة الجمعة أن يكون بارداً عاقداً ذكراً حراً وقيم صحيحاً احترازاً من الصبي فلا يجوز للصبي أن يتولى خطبة الجمعة لأنه لا يجوز أن يكون إمام في الفريضة فمن باب أولى أنه لا يجوز أن يتولى خطبة الجمعة والمسافر لا تصح إمامته عند المالكية إلا إذا انقطع وأقال فيجوف له أن يخطب بالناس خطبة الجمعة وغيرنا كالعبد والمرأة ممن لم تجب عليهم ويشترد أن يكون المسلي بالجمعة هو الخاطئ وهذه مسألة مهمة أيها الإخوة عند المالكية الخطير هو الذي يصنع للناس صلاة الجمعة هذا شرط أو واجب عند المالكية لا يجوز عند المالكية أن يخطب أحد وأن يتولى الصلاة آخر وعند الشافعي يجوز أن يخطب أحد وأن يتولى الصلاة آخر لكن عند مالك لا يجوز قال مالك لم يثبت قد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب ثم لنا آخر صلاة الجمعة بل كان هو الخضير وكان هو الإمام في صلاة الجمعة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموك ما رأيتمني أسدي إلا لعذر إلا لعذر كأن يمرض الإمام أثناء الخطبة أو يسقط الإمام أثناء الخطبة وهذا يحدث إلا لعذر يمنعه من ذلك من مرض أو جنون أو نحو ذلك ويجب انتظاره للعذر القريب على الأصح لو انتقض وضوء الإمام مثلاً أو رعث الإمام وهو يخطب ثم جاء إلى الصلاة فيجب على الناس أن ينتظروا يدخل إلى المقصورة ويتورضاء إذا كان قريباً على الأصح وهذا هو القول الأصح وفي مخلاف بين العلماء بعض العلماء قال لا ينتظرون يقدمون غيره وهو عذر وقال بعض العلماء إذا كان ينفاصل قريباً كأن يدخل يتوضع ويخرج يصلي بالناس فيجوز الركم الخامس وهو الأخير وهو موضع الاستيطان فلا تقام الجمعة إلا في موضع يستوطن فيه وهذا قول النالك يلا بد من الاستيطان فرطاً بين الإقامة والاستيطان والاستيطان أخص من الإقامة قد يقيم الإنسان ولا يستوطن ومعنى الاستيطان أن يسكن القرية أو يسكن المدينة على سبيل التأبير ولذلك عند ذلك لا تجب الجمعة على أصحاب الخيام ولا على أصحاب الشركات التي تنقب عن البترول فلا تضع مكاناً وسكنات يسكن فيها الناس مدة مؤقتة سنة أو سنتين ثم ينتقلون من ذلك المكان عند مونة هؤلاء لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولا تسح منهم صلاة الجمعة بل لا بد أن يتقرن الناس في قريةه وهذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة مدينة يستوقن فيها الناس أبداً تلك القرية وتلك المدينة هي التي تجب فيها صلاة الجمعة ويستدلون بأن أهل العوالي من القبائل التي كانت محيطة بمدينة بمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يقيمون الجمعة ولم يأمرهم صلى الله عليه وسلم بإقامة الجمع ولو كانت إقامة الجمع في حقهم وجدا لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم كيف يتجشمون أن نجيء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجعون إلى خيامهم وإلى قبائلهم لو كانت جائزة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك أقول أيها الأخوة بعض الناس يتساهل ويرجح ويقول يجوز إقامة الجمعة في البيوت ويجوز إقامة الجمعة في المخيمات شباب يذهبون إلى المخيمات في البحار فيصلون في المخيمات صلاة الجمعة هذا باطل وهذا لا يجوز عند المالكية ولم يثبت قد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي صلاة الجمعة أثناء السفر وكان يسافر في عشرين يوما وشهرا وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقوم صلاة الجمعة في المسجد وفي مكان في قرية وفي مدينة يستوطن فيها الناس فلا تقام الجمعة إلا في موضع يستوطن فيه ويكون محلا للإقامة يمكن المثوا فيه بلدا كان أو قرية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة